كما فعل لكم رئيس الجمهورية الفرنسية إيمان الماكرون قام من البارح بواحد الزيارة الرسمية زيارة دولة إلى المغرب بطلبين من جلالة المالك وكانت تزيارة في الواقع تاريخية لأنه استقبال كبير جدا الذي خصته جلالة المالك لضيفيه الكبير الذي هو إيمان الماكرون وكذلك كنستنا اليوم الخطابين أمام البرلمان المغربي وهذا لا يحظى به إلا الزعماء الذين عندهم قدر كبير من احترام من طرف جلالة المالك ومن طرفهم الغاربة وإشتفنت الخطاب الذي أكد فيه عمق روابط تاريخية لسرد تاريخ قرنين أو أكثر من ثلاث قرون من التاريخ المشترك بين المملكة المغربية ودود فرنسا وكذلك المجالات التقافية التي شارك فيها المغاربة وكذلك دور اللي عبر المغاربة في تحرير فرنسا وكذلك دور الدولة المغاربة في بناء الدولة الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك العلاقات التي لم تنتقاطع أبدا بين المغرب وفرنسا والموقف الأخير لرئيس الدولة الفرنسية فيما يخص القضية الوطنية كان موقف للمغاربة كلهم وجلالة الملك في الواقع أخذناه بكل اعتزاز يوم بكل فخر وقدرنا كذلك هذا الموقف الكبير من دولة كبيرة عضوة في مجلس الأمن لها في الواقع من المعرفة الدقيقة لهذه المنطقة وحدود المغرب الحقاري أنها كانت دولة مستعمرة للجزائر وكانت دولة مستعمرة المغرب كانت تحت الحماية وكانت في الواقع كانت دولة مستعمرة واحدة عدد كبير من الدول الإفريقية وهي على بينا من الحلوات الحقيقة للمغرب وبالتالي فإن الالتزام هذه الدولة وإيمانها بالحقوق غير متجزئة لبلادنا فيما يخص الوحدة الطرابية لها فهذا يزيد لموقف المغرب على الصعي الدولي يزيده قوة وكذلك سوف يكون يزيد في الواقع واحدة عدد كبير من الدول سواء في المستوى الاتحاد الأوروبي أو الدول الأخرى أن يجعل تلك الدول قليلة التي ما زالت لم تعترف بالحقوق الشرعية للمغرب فيما يخص الأقاليب الجنوبية أن تتبع خطى الجمهورية الفرنسية وأكد ذلك في خطابه اليوم في البرلمان المغربي حيث أكد على الحلوحيد والسيادة المغربية على الأراضي دياله وكذلك أكد على أن الشركات والدولة الفرنسية سوف تواكب جميع الاستثمارات وجميع التطور التي ستكون في الأقالم الجنوبية وهذا واحد الربح كبير جدا بالنسبة لبلادنا